من أكتر الحاجات اللي هي بيوساء يعني آخر مرحلة في الخير غالباً دي بيوساء التوزيع فيها لأنه فكرة إن الناس تقف قدام العربية وتاخد الكراتين دي فكرة لبعض الناس قاسية جداً وكون حياة كريمة وهي اسمها على مسمى طول وقت بيوصلوا الإحتياجات لحد باب البيت مش بس ده إكرام واحترام وتأدير وسطر وحاجاتك حلوة كتير لكن كمان عدل لأنه في الغالب اللي محتاج فعلاً نفسه عزيزة جداً واللي محتاج فعلاً ما بيقفش وما بيزاحمش وما بيزعقش وأعتقد إنه ده خطأ شائع بتقع فيه كتير من المؤسسات الخيرية وفرصة بقى وإحنا داخلين على شهر رمضان مؤسسات كتير تيجي تقولك إحنا هنعمل قافلة والعربية هتنزل حتة الفلانية ونوزع في الشارع كده اعمل شوية مجهود اتعب شوي اعمل حاجة حقيقية مش للفرقعة ما تقفش في وسط الشارع وتوزع كده على أي حد لأنه في الغالب اللي هياخد وهيزاحم وهيعمل هم التجار والسمسرة مش هم المستحقين الحقيقيين إحنا في ظرف صعب حتى اللي هيعمل خير عشان يبان إنه بيعمل خير الله يخليك اتعب شوي كده ووصل للمستحقين ودور عليهم واتعب ونسق ولنا في حياة كريمة يعني دروس كتير في طريقة التنسيق وطريق التوصيل للخدمات دي لمستحقينهم ترجمة نانسي قنقر